الفترة اللي أنا عادتها أضيفة على الهيئة تنشيط السياحة ليه كانت بعض الملاحظات أنه مكاتبنا السياحية مفروض أن يكون لها دور أكثر من هذا ومش عارات نقول إعادة النظر في دور المكاتب هما بيعملوا يفد يعني هما بيعملوا أي ومفروض يعملوا هما مكاتبنا السياحية مفروض بتنشط للحركة السياحية الوافدة إلى مصر تعمل ترويج في الدولة اللي هما ممثلين فيها أنا كان عندنا 17 مكتب قال له دلوقتي أعزيدي تقفل مكتبين أو ثلاثة ولكن هذه المكاتب أنا في نظري اكتشفت أنه ما فيش خطة استراتيجية محطوطة لكل مكتب مبنية على دراسة للسوق السياحي في هذا البلد الذي يختلف عن أي بلد تانية كل بلد له عاداته وتقديده وأسلوبه في الترويج للسياحة ما فيش دراسة معمولة للمجتمع اللي هو بيمثل فيه عشان يقدر يروق سياحيا لي بمعنى إيه حررتك أنه الفرنسي غير الروسي غير الأمريكاني غير الياباني والسوق يختلف دور المكتب لازم يكون ويحاسب عليه ويسأل عليه يعني اللي بيشتغل به مكتبنا مثلا في روسيا غير الطريقة ممكن اللي بيشتغل به في باريس ولازم يدرس السوق بتاعه اللي هو فيها ويعرف أي شريحة من شرائح المجتمع لها ميول للثقافة الثقافية الأسارية أو للسياحة الاستجمام اللي هي أنمط السياحية المختلفة ودي حريك مثلا سريع ذكرته قبل كده لما كنت مشر ثقافي سياحي في فيينا قرأت مرة في جورنان أنه 65 الفضرة دي كتفين تفند من 2015 لقيت مكتوب دراسة عملت أن 65% من السياحة اللي بتخرج برا الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي 65% منها بتتحرك بناء على رغبة الأبناء في الأسرة دي معلومة مهمة جيدة 65% بيقتنع الأب والأم بطلبات أولادهم بيقتنع عملكم بيشترو دماغهم بزفت يعني بس 65% من الحركة إذن لازم على طول يعني تذكرت أنه يبقى التارجت بتاعنا هو شريحة الطلبة اللي في المدارس دولة اللي هم بيقنعوا أولادهم أبوهم وأبوهم يروحوا 65% مش قليل فعملت إيه حركة؟ عملنا مسابقة في النمسا على مستوى كل المدارس السنوية مسابقة عن مصر المسابقة فصل مع مدرسهم يعملوا أي بروجيكت عن مصر هم من يروب وقلنا أنه عملنا لجنة وتختار أفضل المشاريع لجنة فيها السفير وفيها منذوم منزوم منزومة منزومة التربية والتعليم بتاعيتهم وليونسكو هناك وكانت مسابقة ضخمة جدا على مستوى 1600 مدرسة في النمسا الهدف منها إيه يا دكتور محمد إن أنا أشغل طلبة المدارس بكلمة مصر وتعرفه أولا ودور عليها وهو عاوز اللي إيه لأن الجايزة الأحسن أربعة أسبوع أول انكلوسيف لزيارة مصر مع المدرس بتاعه فصل كامل وإحنا ما دفعناش حاجة أنا جبت التور أوبوريتر اللي بيعمله رحلات واتقول لهم كل واحد منكو يشيل فصل مرة في الديد تايم بتاعك على الشارتر لما يبقى الوقت ضعيف الطيارة فاضية فيها تلاتين أربعين كرسي فاضي اختار الوقت اللي انت عازل تاخد فصل سهلت المسألة فهو كان بيتحمى هذا ولكن اللي حصل إيه حرك إنه الطلبة بدأوا يبحث وعملنا هوتلاين مدة ساعتين في اليوم عملنا ويب سايت يدخل عليها الطالب وهو كين بقى أنه يكسب عشان يسافر مصر ولكن أنا شغلت الطلبة دولة بي كله اشترك حرك قررناها ثلاث سنين كان بيشترك حوالي مية خمسة وعشرين مدرسة ما بين مية خمسة وعشرين ومية وثلاثة وعشرين مدرسة على الثلاث سنين كل واحد يقدم بروجيكت يعني إيه مدرسة صناعية سنوية عملت معرض ريبليكا كامل للأثار المصرية الأديمة أروع ما يمكن مدرسة موسيقية سنوية عملوا ألفوا مقطوعة موسيقية سموها توت عن خامون وبقت معزوفة وهكذا وجم كنا بنأجر مصرح يقدموا العروض بتاعتهم كل فرقة أحسن عشرة بنختارهم من كل المتقدمين واللجنة قاعدة نختار أحسن أربعة ودول يسافروا مصر لا تتخيل حركة تركة أثر قد إيه إحنا وصلنا ودخلنا المدارس من باب خلفي أنا لو كنت هقولهم أنا جاي عملوا محاضرة عن مصر هيقول لي نظر مدرسة شكرا وإن شاء الله ولو كانت هتبقى مدرسة واحدة لدرجة أن حركة في مدرسة كسبت أول سنة وعرفت أنها مع المدرسة نفسها فصل تاني داخل المسابقة السنة اللي بعديها فلما اتأخروا عن شان يقدموا البروبوزل بتاعهم فكلمت للمدرسة أعرفها بقى من السنة اللي قبلية قلت لها أنت دخل المسابقة السنة دي بقرأ آخر يوم عشان نقبل البروبوزل بتاعتكو وقالت لي يا دكتور حازم أنا ما قدرش أعمل حاجة أنا من أول بداية العام الدراسي دلوقتي واحنا دلوقتي في نوفمبر أنا ما بعملش حاجة غير بدرس مصر بس قلت خلاص العبارة دي هي اللي أنا عايز أسمعها مدرسة بتقول لي أنا ما بعملش حاجة عشان نكسب يعني إن أنا بدرس مصر من أول السنة فإن شاء الله هنجيب لك بكرة البروبوزل وكله تمام فبس قلت هو ده الهدف الهدف منه